ابدأ بإحترامك لنفسك لو أنت احترمت نفسك احترام عقيقي بالقتل كل الناس هتحترم والاحترم ده أنك تحترم كل الناس بحواليه مش إنك تحترم الكبير بس مش إنك تحترم القضي بس مش إنك تحترم الضابط بس لأ ده أنت تحترم الغفير قبل الظب populated وتحترم الحاجب زي القاضي لو أنت عملت كده كل الناس هتحترمك لأنك في النهاية محدش يجرب أنه يخطئ في حقها ولأنه تجاوز في حقك لكن أيضاً وفي المقابل في المقابل ما ينفعش المحامي يتجاوز عن المسافة اللي بينه وبين الآخرين المسافة في العلاقة ما ينفعش الناس تركبك في العلاقة ما ينفعش تشجع الناس لأنها تتجاوز في حقك ما ينفعش تتباسط مع الموظفين أو حتى مع الأضاءة أو مع أي حد أو مع زملائك تتباسط إلى حد المهانة حد تبادل الفضل المعيبة ده بيسقط هفتك وبيسقط قمتك وبيسقط وزنك في المرحامات وتيجي في نهاية تقول لي أصلي كتب الجلسة شتامني أصلي الموظف ضربني أصلي الحاجب زلقيني أنت اللي تهونت في حقك من الأول ولو حفظت على المسافة دي كل الناس هتحترمك وكل الناس هتقف عند حدام